موسيقى دقات قلوب متسارعة تنتظر القرار الحاسم تعود لفاتينات روسيات شاركنا في مسابقة اختيار ملكة جمال الجالية الروسية في مدينة سان دييغو حيث تم تدريب الفتيات على المش وتقديم الرقصات والتكلم بلا باقة امام الجمهور لمدة ثلاثة اشهر اما الهدف من تنظيم هذه المسابقة هو ابراز دور الفتاة الروسية في مجتمعها الجديد امريكا موسيقى أتمنى أن تكون هناك سندي، أتمنى أن نستمقى هذا في المنزل ونزيد هذا النوار إنه مجال فترة المنزل رزعانكا مجاليسا، اكتبه رزعانكا مجاليسا من المنزل هذا النوار نحاولنا أن نسألالنا الرجالة المنزل لهم في نهاية عارض لتحاول الناس الرسولين ونساعدهم لتجدونهم في مدى نفسهم في مدى نفسه مختصون في الانتاج السينمائي الهوليوودي ومصممو أزياء ومجوهرات بارعون كانوا عضاء لجنة التحكيم الذين اعتبروا أغذى القرار النهائي في اختيار واحدة من المتسابقات من أصعب القرارات لما امتاز به من جمال وأداء مميز لكنهم لم يعتمدوا على ذلك فحسب وإنما على إجابات المتسابقات لأسئلتهم التي سلطت الضوء على أهمية العلاقات الاجتماعية ورؤيتهن للقيام الإنسانية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تفيد المجتمع تفيد المجتمع ورؤيتهن للقيام الإنسانية وقالت نجد الدرس بجولة من عملية تولر من وزنة الأمور تقدمت وزنة الأشخاص وزنة الأمور وزنة الأمور بسرعة الأمور تلقسها للاسل الأشخاص المتتابعة لتسجيلة السنوات مالتد للتعامل تحديث لنجد المفزن من الأشخاص و أخيراً جاءت لحظة أعلان القرار النهائي حيث تم اختيار ملكة الرشاقة وملكة أفضل وجه تلفزيوني وفوتوغرافي والأهم من ذلك ملكة جمال الجالية الروسية موسيقى 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 استمتع الحاضرون كثيرا بما تم تقديمه من فقرات عديدة في المسابقة من حيث العروض الراقصة والموسيقى وبعض من الأوبرا التي أنعشت حنينهم لبلدهم روسيا في كل مرة يتم فيها اختيار ملكة الجمال لأي بلد في العالم يؤكد الحكام أن زينة العقل وجمال الروح هما أهم مقومات الجمال لبرنامج فنجان الصباح إيفونيو آرش كاليفورنيا